مرحبا أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد فيديو اليوم سيكون عبارة عن زراعة قوارين بدي أحطهم هنا في المنطقة هاي عساس يكونوا موجودين في قرب مدخل البيت عساس أي واحد يعني داخل أو طالع للبيت يشوفهم مباشرة فحبيت أني أساوي قوارين هيك بسيطات يعني ما بدي أحط يعني نباتات كثير كبيرة بالقوار أو كثير يعني متنوعة خلينا نحكي هم عبارة عن نوعين في كل قوار أحطهم جنب بعض عساس يكونوا هيك عندي في المدخل هسا القوارين اللي رح أزرع فيهم هم الجوير لبلاستيك المربعة هاي كما أزرع فيهم نباتات صفية أكيد خلعتها حتى لسه ضايل فيها بواقي جذور من النباتات اللي قبل رح أستخدم إن شاء الله نفس التربي هسا بس رح أقلبها هون على الأرض وحط معها كمية سمات عساس أني يعني أحط شوية عناصر جديدة بالتربي لأنه أكيد تربي مستهلكة بس ما رح أغير التربي لأنه ما فيها ولا أي حشرات ولا أي أنمال هسا شو النباتات اللي بدي أحطها حصلت نباتين دائما طبعا بدي أحط نبات دائما في كل جوار كمية حوله من النباتات الحوليه هسا كنت في مشتل في عمان وشوفت واحد من النباتات الدائمة واحد من فصائل العرعر اللي بيجي قصير زاحف لونه فضي شوفوا ما شاء الله هالنبات شو جميل النبات دائم أكيد ودائم الخضرة يعني شايفين الدنيا شيتا شوفوا ما شاء الله جمال هالنبات كثير لفت انتباهي ولونه حتى لونه جاي فضي على زراج يعني حتى فيه من درجات لون الأزرق الفاتح بعرفش اذا نبين معكم على الفيديو بالصورة بس فعلا هو لونه بين الفضي والأزرق فعلا النوعية مميزة من العرعر ما عمري شوفتها بالعادي العرعر بيجي يعني شكله مش كثير حلو بيجي هيك كمان على خضار بيجي فيه تفرعات غريبة بس هكذا هذه الفصيلة يعني هي اكيد فصيلة مستوردة ما في لابل عليها انه عرف لكم اسم الفصيلة بالضبط بس هو جمالا واحد من فصائل العرعر فعلا انه حلو طبعا واخترته قصير لاني ما بدي القوير تكون كثير عالي عشان ما يكون المنظر اللي خلفيها مش يعني مبين لانه انا زارع في الحوض اللي خلفيها حسا بتشوفه اكيد منزلت فيديو سابق زراع فيه كمية من الأبصال فلما تزهر بديها تكون واضحة للي بمر للي بروحه بيجي فعشان هيك ما بدي القوار يكون كثير طويل ف وهذا نبات مناسب جدا راح يكون للمدخل البيت طبعا حوالين نبات العرعر بدي احط حوالي قوارين او ثلاث بشوف شو القوار هذا الكبير راح يوسع عندي ثم السمكة اخترت نباتات ثم السمكة طبعا ثم السمكة بيجي نوعين بيجي نوع اللي طويل اللي بيجي ساقه طويلة هذا اللي على الاغلب بيستخدموه بقطف الازهار يعني كثير بيستخدموه واما النوع الثاني اللي هو الزاحة في الارضي وانا جبت من النوعية الارضية جبت ثلاث ألوان شوفوا ماش ثلاث ألوان زهري وأحمر وفي عندي كمان فصيلة لونها أصفر تمام هذول بدي احوطهم في نبات العرعر هاي الفصيلة اللي لونها أحمر يعني لسه يدوب بلشت تزهر شايفين هاي من الفصيلة القصيرة يعني ما بتطول عندي زي ثم نباتات ثم السمكة اللي احنا منعرفها هاي مختلفة او انا عمدا اكيد جبتها لانه بدي ان القوارين يكونوا واطية فهذا ما بدنا الفيديو كون كثير طويل اكيد طبعا انا كثير كثير معجب في هذا النبات حتى ملمس وسبحان الله كثير غريب نبات فعلا مميز فهذا خليني زي ما احكت لكم بدي اقلب التربة اقلبها احط فيها كمية من السمات ارا اتجاعها على القوار ونزرع النباتات ان شاء الله بيترتيب معين اشتركوا في القناة 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 انا ساويتهم حبيت هكي يكونوا يعني انا داخل هيك يعني مثلا شايفين مدخل البيت لما اجي على البيت يعني الداخل والطالع بيكون هذول في الممر فحبيت اني يعني ما يظلوا فاضين طول الشتاء يعني هذول القوير لفصل الشتاء وراح يستمروا عندي يعني ثم سمك تقريبا لمنتصف الربيع نشاء الله يعني فترة كثير طويلة واكيد النبات الجونيبر او العرعر هذا نبات دائم طبعا انا ما بحب ازرع النباتات الدائمة اللي زي هيك دائمة الخضرة بالقوير مع نباتات ثانية لانه بالعادة بيكون في اختلاف في حاجة الري يعني النبات الدائمة ما بحتاج ري قد ما بحتاجه ثم السمكة فبدي ادير بالي من هاي الناحية يعني اخسر نباتات ثم السمكة ولا اني اخسر نبات العرعر اكيد لانه هذا يعني تكلفته اعلى من نباتات ثم السمكة ثم شوفوا التشكيلة نشاهدون النبات أزرق علي فضة نبات رائع مع هيك حوية أزافر تلبي طبعا الفراغات هذه Inshallah مع الوقت بطمية في نبات السمكة هناك حوية فراغات هون هذه من النبات السفلية يعني علىważي سفلي لا معبعدن نمو علوي هذه هي شكل الجوير جميّن بعض على فيد كل هذا كان فىдеى الى اليوم حبيت أساوي فيديو سريع أعرض لكم فيه تشكيلتين يعني التشكيلة اللي زرعتها في القوارين هذول وطبعا زي ما حكت لكم بالنسبة للعناية طبعا هاي النباتات بتحب الشمس الدائمة يعني شمس حوالي ست ساعات في اليوم أنا المنطقة هاي بالشتوية ما بتحصل هاي الكمية بس يعني هي أكثر منطقة عندي بالحديقة بتحصل الشمس يعني ممكن تحصل ثلاث ساعات بس إن شاء الله ما عم تداد الوقت مع يعني لقود دام لما فوت فصل الربيع الشمس بتزيد في المنطقة هاي تمام بس يعني إجمالا نباتات يعني بدي أعتبر انه هاي القوار قوار شتوية ربيعية تستمر لعندي لحدة منتصف الربيع يعني بكون إن شاء الله مبسوط فيها بس يعني أكثر إشي مبسوط فيه النبات الجميل هذا اللي لونه فضي ما عمري جربت أزرع نبات زي هيك بالحديقة وإن شاء الله انه يتناسب مع يعني مع بلادنا ما بعرف إذا بتحمل الحر الصيف اللي عندنا بنشوف يعني مع الوقت بيبين معي بشكر جميع على المتابعة يعطيكم العافية ونهاركم سعيد سلام